يمكن معنا لقطة جميلة جداً يا فاروق وعايزك تعلق عليها الأستاذ خالد الجوادي مترجم الميستر كولر يمكن عمل مشهد لقطة جميلة جداً وهو بيقرب كده من قاعة المحاضرات توجه كده بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى بكامل التوفيق النهاردة أعتقد اللحظات دي بتبقى لحظات تاريخية أي نعم بيشبها القلق وممكن يكون بعض من التوتر ولكن في نفس الوقت بتتمنى التوفيق من ربنا مهما اشتغلت ومهما اجتهت تأكيد توفير ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مهم جداً في مثل هذه المواقف ومثل هذه اللحظات يعني احنا شفنا صورة دلوقتي لو الكاميرا أو زميلنا في الإخراج يرجعوننا اللقطة دي تاني أعتقد يا فاروق الصورة دي أو المشهد ده بيوضح تفاصيل انت ممكن تكلمنا عنها يعني احساس الجاز الفني داخل المعسكر احساس اللعيبة يعني شايف المشهد ازاي عندك يا فاروق كمان خلينا اقول لك يا محمد مشهد الدكتور خالد الجوادي ليس مشهد الدكتور خالد الجوادي فقط ولكن عبدالقادر كل اللعيبة اللعيبة النهاردة كلها بتقول يا رب يعني عايز اقول لك أثناء صلاة الظهر اللعيبة الجمعت وتصلت صلاة الظهر أيضاً صلاة العصر عايز اقول لك التركيز كله عند كل اللعيبة اللعيبة النهاردة كلها بتقول يا رب يعني خلينا اقول لك يا محمد باللغة بالكلام اللي جوانا يا رب انفرح الناس دي كلها مبسوطة ونرجع الناس دي كلها ونفرح الناس وكل الناس ترجع مبسوطة أيضا أقول لك يا محمد ثقة كبيرة جدا من لعبة النادي الأهلي ثقة ولكن فيه ألق وألق بحظر اللي أنت هتلاقي فرقة كبيرة جدا زفريق اللي الترجل اللي تنسي لكن عندك ثقة وإيمان بالله عندك تركيز عندك يعني الخبرات اللي عند لعبة النادي الأهلي الجيل ده من اللاعبين عاشوا وشاف كم كبير جدا من المبارات النهية من هذه التفاصيل بأكد مرة تانية محمد على دور قط اللبس الكابتن محمد الشناو بيتابع بكل شيء مع الكابتن خليب بيبو تفاصيل مهمة جدا عارف يا محمد يعني فيه حاجات بتتحكي دلوقتي حاجات تتحكي بعد كده فروق ولكن يا محمد يعني وانت بتتكلم معي دكتور خالد الجواجة هو حتى ومعادي قالك احنا عملنا كل حاجة الحمد لله يعني توفير ربنا دي آخر حاجة ان شاء الله بإذن الله بالزبط بالزبط يا محمد